السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ياهلا ومرحبا فيكم طبعا عنينا كثير في الكتابة باللغة العربية داخل برنامج السينما فورتي واليوم عندنا بوليغون فراحة رائع اسمه Arabic Text راح نتعلم اليوم كيف نثبت البوليغون وكيف نستخدم البوليغون طبعا بعد ما نحمله راح يكون عندنا هذا الملف المضغوط نقل كلك يمين واستخراج راح يطلع عندنا هذا الملف نقل كلك يمين وقص نفتح جهاز الكمبيوتر نخش على C وبروغرام فايلز ونروح إلى ماكسون ونخش داخل ملف السينما فورتي ونروح إلى ملف وليغون نقل كلك يمين والأسل نقل هنا متابعة كذا انتهينا من تثبيت البوليغون نروح الآن نشغل برنامج السينما فورتي طيب بوليغون فايل العام طبعا موجود في هذه القائمة بقائمة بوليغون وهو ونلاحظ هنا Arab Text وضغط عليه راح يفتح عندنا هذه النافذة طبعا عندنا هنا هو الشيء هذا المربع النص لنكتفيه لنبيه وعندنا تحت هنا خيارين Text و Text Object طيب التكس الأولان هذا الخيار الكتابه بطريقة العادية الثاني خيار الكتابه بطريقة الموغراف وعندنا تحت أمرين Edit و Clear Edit راح يضيف لنا النص اللي كتبنا و Clear راح يمسح النص اللي موجود نكتب الآن اختارنا التكس اللي هو بطريقة العادية ونقول له Edit ونلاحظ ووضع لنا النص بشكل رائع نمسح الآن Delete ونختار طريقة الموغراف ونقول له Edit لو نلاحظ شيء رائع صراحة ما في أي مشاكل أو أي حاجة طيب الآن نريد نغير الخط نختار هنا الموغراف بشكل عادي ونروح إلى الخصائص حلقة عندنا هنا في Font عندنا هنا الخطوط الموجودة في الجهاز عندنا نختار أي خط نبيه أي خط نبيه عندنا موجود في الجهاز نختار مثلا 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 نلاحظ تغير النص والخط بشكل عادي طيب نجرب غيره مثلا نختار 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 هذا الخط صراحة شيء رائع هذا البولد إن شاء الله استمتعتم معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر